السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في الجزء الثاني من المحضر الرابع بعد ما عملنا موديل نجا سندخل على طول على الجرس هوبر نفتحه خلي بالكم في نقطة مهمة انا لدي الوقت اتجاه الشمال لفوق فبالتالي الشابيج دي توجهته نحية الجنوب سنأخذ بالنا كويس قوي من التوجيه في أثناء الشغل سأقوم بعمل لدي فج سأقوم بعمل هاني بي بردو فجعله هذه أول خطوة يجب أن نفعلها في الأول طيب دلوقتي انا أريد اخذنا المرة التي تحدثت في الريديانس في مجموعة خطوات بعملها اول حاجة ان انا بعرف الابجكتز بتاعتي ثاني حاجة بعرف الابجكتز بتاعت كل اوبجكتز ثالثة خطوة هي ان انا بعرف السماء وبعد كده ببدا اعمل اعملية سيميوليشن تقريبا نفس الخطوات موجودة هنا اول حاجة باجي ادخل على هاني بي على اول قايمة في هاني بي وقول له ان انا عايز هاني بي create HBR HB surfaces هولو اكي تمام طيب دلوقتي انا عندي ايه؟ عندي مجموعة من الاشكال فعندي فيه الحوائط وفيه عندي البنش اللي هو الخشب وفيه عندي الشابيك فباجي اعمل ايه؟ باجي اعمل حاجة اسمها بيرب وبامسك الحوائط مثلا وبامسك الحوائط مثلا وبعمل sit one وبدخلها في الجيومتري وبعد كده بامسك عشان ادي له اسم عايزة اسمي باقي الحوائط ديت فهكتب كده ايه؟ هعمل الماركي ديت وهكتب اسم الماتيريال هسميها وول surface طبعا لو قفت كده ثانية واحدة يقول لي هنا ايه؟ ان انا عندي ليه كلها انواع surfaces فهقول له ان انا surface بتاعتي نوعها برضو هعمل panel واكتب صفر تمام؟ طيب فيه شوية حيات كده ان الوقت محتاج اعرف الماتيريال الخاصة بالول ديت طبعا لو افتكروا المرة اللي فاتت في الradians كنا منيجي نعمل ايه؟ كنا منكتب void بلاستيك ونسمي اسم الماتيريال وبعد كده بنكتب هنا صفر صفر خمسة وندي له رقم وليكم مثلا .95.95.95.00 كده عرفت ماتيريال لونها تقريبا ابيض وده تعريف مزبوط كويس جدا ممكن ادخله في الrad material الطريقة التانية لو انا عايز اعمل ماتيريال راد فبنيجي ايه؟ بنيجي في البانيل التانية ديت او في التاب التانية ديت ونختار حاجة اسمها وليكم مثلا اعمل ماتيريال معتمة انا عندي فيه جلاس اللي هي بتكون شفافة وفيه ماتيريال معتمة ونطبهم هنا وليكم مثلا .95 تمام؟ فيه وفيه الرفنس وفيه الاسبيكولاريتي الرفنس اللي هي الخشونة بتاع السطح والاسبيكولاريتي اللي هي اللمعان بتاع السطح ده طبعا بيأثر على الرفليكشنز بتاع الإضاءة تمام؟ وفي الحالة دي تاخد الrad material كاوتبوت ودخله هنا كده يبقى كده مزبوط قوي حتى لو جينا هنا نشوف دلوقتي لو جينا مثلا نشوف الاوتبوت ده شكله عامل ازاي؟ نلاحظ ان هو نفس التعريف اللي احنا كنا معرفينه حالا اللي هو avoid plastic wall ونفس الكلام اللي احنا عملنا قبل كده طيب من كده عرفت الماتيريال الاولى هاخد بعد كده نفس الحاجات دي كوبي عشان نبدأ عرف الابشيكت التاني كوبي بيست بالحال دي اتغير بقى اسم الول هسميها بنش برضو هيبقى نفس النوع صفر وهاجي اغير الماتيريال اخلي اسمها بنش الكلر الكلر انا عايز لوني يبقى لون بني خلي بالكم الاول ان انا لسه المفروض اختار البنش الاول بدا ما هو ايه الوقت معلم على الور فهعمل اول حاجة هعمل هايد للسيرفس ده هعمل تمام وهاجي هنا هاعلم على في الفيو بورت هاعلم على ايه هاعلم على البنش هقول له يختار البولي سيرفس ده وهاجي هنا اقول له select او set one prep بحيث ان هو يختار ايه البنش بس طيب نرجع ثاني الوقت عايز اعرف ال R وال G وال B بس عايز اختار لون بني فباجي اعمل ايه باجي اعمل component اسمه color swatch موضوع باجي هنا باختار لون اللي انا اريد وليكم مثلا اسحب كده نريد درجة من درجات البني كده مثلا دلوقتي انا عايزه يحول اللون ده عايزه يحوله لر و جي و بي فباقي اعمل ايه باقي ادخل على قائمة نلاحظ ان فيها حاجة اسمها color واقول له split ار جي بي حيش ان هو بياخد ال color ويبدأ يحوله ايه لرد green و blue تمام لو جينا عملنا بانل مثلا هنلاحظ ان هو دلوقتي عمل اعرف ال void plastic bench واختار هنا ايه ده القيام بتاعة ال r وال g وال b تمام للسالي دلوقتي انا اعرف الماتيريال بتاعة الازاز فهي ادخل على honeybee بردو واعمل create surface بالحال ديت هعمل select على الازاز اللي هنا والازاز اللي هنا واعمل برب اقول له select او add multiple ال preps كده تمام واسميه window وال surface طيب هيبقى ايه هيبقى في الحالية window يعني رقم خمسة لو راحزنا كده رقم خمسة نلاحظ ان هو window فممكن ايه اكتب هنا خمسة مثلا خلي بالكو ان لو اكتفيت بالموضوع ده كده تمام مفش اي مشكلة هو كده هيكون اعرف لي ايه اعرف لي السيرفسيز و عمل الموضوع كله يعني لو جيت هنا عملت panel بس ما فيش ما يعني انا هاجي هنا مثلا واكتوب ايه معرف برضو ماتيال بنفس الطريقة هكتوب void glass window الثانية العزاز مدية على سنة ازرق صغيرة فهيعمل ايه عمل في ال red هعمل مثلا تمانية في green تمانية في البلو هعمل تمانية خمسة او تمانية تلاتة يعتبر عرفت جميع المتاريالز الموجودة عندي الخطوة بعد ذلك هي أن أريد أن أعرف السكاي ثم أدخل على الهاني بي ودخل على الثالث بانيل الموجودة هنا وأختار أقل له يعمل جنيريت ستاندرد سي اي اي سكاي أول شيء أعرف النورث النورث كما قلنا اتجاهه الفوق فبالتالي النورث يتعرف من 0 إلى 360 يعني 0 هو اتجاه الواي ديركشن و 360 هو اتجاه الواي ديركشن يعني بعد لما يليفت 360 درجة فأقل له أن أريد أن أتجاه الصفر ثم أخبره الإغرار ثم أخبره إختار ملتج سوف أضحوا الواثر فايل بإختار ملتج أخبره الإغرار أمضح بعضها أخبره أمضحين أخبره ومعضح ومعضح طغل. خليها true. وبمسك الوذر فايل ده. حطه هنا. بعد كده عندي المنث والدي والاور. اختار المنث شهر سبعة. دي هي بم واحد وعشرين. الاور هي بقى ساعة داشرة مثلا صباح صباح. منت دي اور. سكاي طيب اللي هو ايه نوع السماء. احنا عايزة طبعا سماء صاني وث سن يعني هيكون في شمس. لو كنت تذكروا نحن كنا بنكتب لما بنعرف الوذر او السكاي كنا بنكتب بلاس اس عشان نعرف الشمس. هكتب هنا صفر. يبقى أنا كده عرفت الماتيريالز بتاع العناصر وعرفت السكاي. هنكمل ان شاء الله في الجزء الثالث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.